في مستهل هذه الحلقة مشاهدة أكرام اسمحوا لي أن أرحب بضي فيا الكريمين من العاصمة الأردنية عمّا الكاتب الصحفي الأستاذ رجال طلب ومن غزة أرحب بالكاتب والمحلل الأسياسي الدكتور إبراهيم إبراش وفي جولتنا اليوم نتابع الاندبندنت اللوبل الإسرائيلي وانتقد تحالف نتانياهو الانتخابي وفي الواشنطن بوست نقرأ استقالة جواز ظريف قد تقلب سياسة الخارجية الإيرانية أما وولستري جورنل فتثمن قرار ترامب بقاء أربعمائة جندي أمريكي في سوريا إلى التفاصيل والبداية من صحيفة ها آرث حيث نشرت تقريرا مطولا عن الأوضاع في فلسطين في أعقاب وقف المساعدات الخارجية عن قطاع غزة محذرة من ترقب تصعيد مفاجئ من قبل الفلسطينيين وقالت الصحيفة إن مسؤولين فلسطينيين حذروا أن التوتر المتزايد في الضفة الغربية وقطاع غزة قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في الفترة القريبة إذا لم تعمل إسرائيل على منع ذلك وأوضحوا أن من يستطيع تخفيف الأوضاع هما الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي لكن إسرائيل لا تعمل في هذه الأثناء إلا على زيادة الضغط على الفلسطينيين بينما لا يبالي المجتمع الدولي بذلك نبدأ في القراءة والتحليل مع ضيفي في غزة كاتب والمحل السيسي دكتور إبراهيم دكتور إبراهيم هل تعتقد أن ما تقوله آرث يعكس شكلا أو خلافا استراتيجيا بين الساسة والقادة في إسرائيل أم أنهم في نهاية الأمر المصلحة الإسرائيلية ستجمعهم هو دائما هناك تباين ما بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل ولكن ما يجمعهم دائما بالفعل هو مصلحة دولة إسرائيل وتقديم تنازلات من هذا الطرف وذلك الطرف من أجل المصلحة العليا ولكن للعسكريين دائما اليد الطولة بمعنى أنه في كثير من الحالات السياسيين ينصعوا لما يريد العسكريون لأن المجتمع الإسرائيلي بكاكل هو مجتمع معسكر يعني عسكري وفي حالة قلق وفي حالة خوف والصهيونية تعزز هذه القلق والخوف عند المجتمع الإسرائيلي مما يجعل دائما العسكر هم محل الأمان أو مفتاح الأمان بالنسبة للإسرائيلي ولكن لأن المرحلة الآن هي مرحلة انتخابات هنا قد يكون التباين في المواقف قد لا يكون له علاقة بالخلاف بين السياسيين والعسكريين بقدر ما له علاقة بالانتخابات القادمة القريبة في شهر أذريل وبالتالي محاولة كل طرف أن يظهر الأكثر حرصا على مصلحة إسرائيل والأكثر استعدادا للدفاع عنها والتالي هذا جزء منه أقرب إلى المناكفات الحزبية الانتخابية بالإضافة إلى أن الوضع بالفعل متوتر في داخل كل الأراضي الفلسطينية سيد طلب ضيفي في عمان الهارتس تتحدث عن تحذير من الوضع الأزمة المتزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة تتحدث عن ربما اشتعال الأوضاع في الفترة المقبلة هي تحذر من ذلك الأمر من أي زاوية يمكن فهم هذا التحذير في هارتس يعني ما يجري في المسجد الأقصى مسألة في منتهى الخطورة كما تعلم المسجد الأقصى له خصوصية دينية لدى الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين بشكل عام بالتالي الصدامات التي حصلت خلال اليومين الماضيين تنبئ بأن استمرارها سيؤدي إلى اشتعال شرارة لربما تتحول إلى انتفاضة ذات طابع ديني وهذا انتفاضة من هذا النوع تشكل خطورة كبيرة سينضم إليها الفصائل السياسية وأيضا سينضم إليها الناس العاديون الذين تمس مشاعرهم الدينية يوميا بسبب الممارسات والغطرسة الإسرائيلية في التعامل مع المسجد الأقصى وكيفية إدارة العملية الدينية إن صح التعبير في هذا المسجد نستمر في قراءة الشأن الإسرائيلي ومتابعة الشأن الإسرائيلي كنا تحدثنا من خلال هارتس لكن الصحفة الغربية وتحديدا صحيفة الاندبندنت نشرت مقالا بعنوان انتقادات نادرة من اللوبي الإسرائيلي لتحالف نتانياهو الانتخابي مع المتطرفين الصحيفة قالت إن لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أبرز جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية وجهت انتقادات حادة ونادرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بسبب التحالف الذي أعلنه مع حزب البيت اليهودي الأرثوزوكسي المتطرف وحزب القوة اليهودية الذي يعد أحد الأحزاب المتفرعة من حركة كاخ التي اعتبرت غير قانونية في إسرائيل والولايات المتحدة بسبب أرائها المتطرفة دكتور إبراهيم هنا الاندبندنت في الواقع بترصد المعركة السياسية في إسرائيل بشكل ربما مباشر كيف ترى بداية استخدام الصحيفة لمصطلح متطرفين في الإشارة لحلفاء نتانياهو من الأساس الجدد لأنه مصطلح التطرف مصطلح مرن ويأخذ طبعا نسبيا هو بمعنى التطرف باتجاه ما وهنا يقصد بالنسبة للمشهد السياسي في إسرائيل أن هؤلاء هم الأكثر مواقف يمينية بالنسبة لبقية القوى السياسية الأخرى ولكن في المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة كل المجتمع الإسرائيلي للأسف ينحو نحو اليمين نحو التطرف نحو التصلف في المواقع سواء كان في المواقف سواء تعلق الأمر بالتعاون مع الفلسطينيين أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وبالتالي وهذا الأمر يقلق بعض الأطراب بعض الدول الأوروبية لأنهم يشعروا في الوقت الذي ينتابهم قلق في الشرق الأوسط بالنسبة لوجود أكثر من ملف متفجر وهم يبدلوا جهودا لتهديئة الأوضاع في هذه المناطق تأتي إسرائيل لتوتر الأوضاع وبالتالي تحالفها مع هذا اليمين المتطرف والأكثر يعني غالى في التطرف بدى القوى الأخرى كما قلت كلها يمينية يجدوا أن هذا الأمر قد يؤثر على ما يجري من مشاورات من أجل إحياء عودة إحياء عملية السلام سواء من خلال صفقة القرن أو غيرها أيضا هم يتخوفوا أن هذا اليمين قد يفجر أكثر من جبهة هذا التحالف الجديد لنتنياهو قد يفجر أكثر من جبهة ليس فقط على مستوى مع الفلسطينيين ولكن بالنسبة أيضا لإيران بالنسبة أيضا للبنان بالنسبة لسوريا وهم لا يريدوا أن يفتحوا الآن جبهة أخرى ما يشجع ناتنياهو هو الموقف الأمريكي حقيقة هو يجد دعم كامل من قبل الأمريكيين دائما هناك في بعض القضايا الشرق أوسط هناك تباين ما بين الأوروبيين وبين الأمريكيين هو مستند إلى الرئيس ترامب وسياساته المتشددة هذا الأمر هو الذي يثير القلق عند الأوروبيين لأنهم قد يشعروا قد تصل أمور إذا ما تفجر بالفعل هذا اليمين أدى إلى الدخول أو خوض حروب ما وخصوصا على جبهة شمالية قد يجدوا أنفسهم خارج القدرة على السيطرة على هذا الوضع المتفجر في المنطقة وبالتالي نعم القلق وارد ولكن كما قلت كل القوى السياسية في إسرائيل هي تتجه إلى اليمين غابة اليسار ضعفة الوسط وبالتالي اليمين هو الذي يتحرك في داخل مجتمع الإسرائيلي في الواقع دكتور إبراهيم وأنتقل بهذه الجزئية إلى سيدة طلب في عمان ليس الأوروبيون فقط وحدهم من يتخوف ولكن سأحاول فهم تفاصيل ما ذكرته الانداميندن سيطلب عن وصول هذه الأزمة إلى حد غضب اللوبي اليهودي الذي يرفض انضمام هذه الأحزاب للحكومة كيف ترى هذا الرفض وهذا هو اللوبي المؤيد الداعم لإسرائيل طوال الخط مع كل الحكومات مع كل الوجوه عزيزي من الأشياء التي لا نتفحصها جيدا هو وضع الحركة الصهيونية الآن في العالم الحركة الصهيونية العالمية ليست لون واحد هي مثل أي حركة موجودة في العمل العام في الإيباك هو يمثل يعني لنقل الصهيونية الأمريكية العقلانية إن صح التعبير طبعا بينما هناك صهيونية أخرى إنجيلية يمثلها مثلا على سبيل المثال مايك بينس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي صحيح هذا الرجل إنجيلي متشدد هو من يدعم نتنياهو بشكل أساسي وبالتالي الصهيونية هي ألوان وليست لون واحد الآن عندما حصل التحالف مع القوة اليمينية المتطرفة وتحديدا تفرعات كاخ الآن هذا التحالف سيضر جدا بصورة اليهود والصهيونية في الولايات المتعددة وبالتالي هم حريصون لإيباك تحديدا حريصة جدا على إبقاء صورة إسرائيل في العالم وفي أمريكا صورة جيدة هذا من ناحية من ناحية أخرى هناك سياسات ستصبح مع يعني معمول فيها في حال فازة أو نجح هذا التحالف اليميني المتطرف ستصبح هناك سياسات لا يستطيع الدفاع عنها وتحملها المتصهيين أو الصهيوني الأمريكي العادي أو حتى المواطن الأمريكي العادي المتعاطف مع إسرائيل لذلك هذا التحالف دخل مرحلة خطرة جدا في أخذ إسرائيل والصهيونية إلى مرحلة جديدة قد تكون بمثابة قنبلة بالنسبة لهم دكتور إبراهيم سريعا في تعقيب سريع قبل أن تقل إلى أخبار أخرى ما رأيك فيما ذاكره سيطلب من أن هناك يعني أكثر من صهيونية يعني في إشارة واضحة إلى أن ربما إذا كان هذا توجه إباك فربما هناك صهيونية أخرى ليس لها نفس تواجهها كذا لا هي الحركة الصهيونية حركة واحدة يعني ولكن هو المكان يلعب دورا يعني كما ذكر ضيفك بالتأكيد بمعنى أن اليهود يعني أو الحركة الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة قد تختلف تنسبيا عما هو موجود في فرنسا عما هو موجود في كندا ولكن في المحصلة كل الحركة الصهيونية تقف إلى جانب إسرائيل ودولة إسرائيل أحيانا هذا التباين في المواقف قد لا يكون استراتيجي قد يكون هو رسالة من الآيباك في الولايات المتحدة لتقول نحن لا نقبل بالسياسة ناتنياهو ولكنهم في العمق يدعموا هذه السياسة هو موقف موجه للرأي العام ليس اليهودي في الولايات المتحدة بل للأمريكيين أنفسهم أول الأوروبيين ليقولوا لا أن هناك حركة صهيونية أن هناك يهود ضد هذا التطرف وبالتالي يعطوا مساحة مساحة لتحسين صورة ناتنياهو من خلال القول بأننا لا نتفق مع هذه السياسة إذن هو نوع من التكتيك والمناورة جزء وليس خلاف استراتيجي مع أنه موجود تباين ولكن ليس هذا الخلاف استراتيجي ما بين اللوض الصهيوني في الولايات المتحدة وبين ناتنياهو وجماعته نعم إذن من هذه الأخبار وهذه المتابعة ننتقل بعد فاصل قصير مشاهد الكرام إلى متابعة ردود الأفعال حول استقالة جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية عبر انستجرام كيف يمكن ستؤثر على الخارج الإيراني والسياسة الخارجية الإيرانية فاصل بعد هنا تواصل من جديد أهلا بحضراتكم القراءة تستمر معكم في الصفحة الأولى حيث علقت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على استقالة وزير الخارجية الإيراني جواب ظريف من منصبه وقالت أن ظريف الذي اشتهر بتفاوضه على الاتفاق النووي مع القوى العالمية أعلن استقالته فجأة عبر انستجرام ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة من جانب ظريف الدبلوماسي الذي يحظى بالإعجاب في الداخل والخارج يمكن أن تقلب سياسة الخارجية الإيرانية في وقت حرج لطهران التي تعاني من تجديد العقوبات الأمريكية عليها إلى عمان وأجدد أتحية لضيفي هناك سيد رجا طلب سيد طلب هنا استقالة جواد ظريف وقد تبع ردود أفعال المختلفة هل فعلا ستؤدي إلى انقلاف السياسة الخارجية الإيرانية كما تحاول الواشنطن بوص الإشارة إليه إلى حد كبير نعم جواد ظريف يعني يعد شخص أقرب ما يكون إلى الاعتدال طبعا كما تعلم مثلما كنا نتحدث قبل قليل عن الصهيونية الوضع في إيران شبيه بصورة أخرى يعني في إيران هناك الولي الفقيه الكل تحت سلطة هذا الولي الفقيه ولكن المواقف السياسية قد تختلف أحيانا إدارة الأزمات إدارة الدولة قد تختلف ما بين المتشددين والذين يمكن تصنيفهم بالمعتدلين أو الواقعيين أو ما شابه ذلك جواد ضريف يمثل مدرسة هي مدرسة الاعتدال السياسي والإيمان بأن الدبلوماسية تستطيع أن تصنع يعني تراكمات ونجاحات وتخفف من المأزق الذي تعيشه إيران في علاقاتها الدولية وعلاقاتها في المحيط والإقليم نعم فهو يمثل هذه المدرسة الآن هذه الاستقالة ستضع يعني إيران كدولة في مأزق في البحث عن رجل معتدل بمثابة جواد ضريف ورجل يملك علاقات دولية ممتازة يعني على مدى سنوات احتفظ بهذه العلاقات وساهمة في توظيفها لصالح المصلحة الإيرانية نعم هذه الإشارة المهمة منك سيطلب تدعوني إلى سؤال دكتور إبراهيم إبراج في غزة وكما تحاول أيضا الواشنطن بوس في الواقع أن تلمح إلى أن استقالة ضريف بشكل أو بآخر ربما تفقد إيران آخر حلقة لتواصل مع الغرب هل هذا فعلا واقعي؟ يعني كما يعني ذكرتم هو ضريف ليس بالشيء القليل في النظام السياسي الإيراني فهو مهندس الاتفاق ما يسمى الاتفاق النووي الإيراني كان له علاقات جيدة في فترة في فترة ما عندما كانت إيران تراهن على الدبلوماسية الناعمة والانفتاع على الغرب وبالفعل نجح ضريف في التقدم في هذا المجال الآن الاستقالة حقيقة المازلت لا أعرف هل هو يعني استقال من تلقاء ذاته احتجاجا على السياسة الداخلية لإيران أم طلب منه الاستقالة ليكون كبش فداء لمرحلة قادمة بالتأكيد غيابه قد يكون له مؤشر كثير أنه سيصبح هناك إرباك في العلاقة إيران الخارجية مع الدول وخصوصا الدول المعنية بمشكلة الشرق الأوسط والذي لعب ضريف دورا كبيرا فيها هنا سيكون إرباك من هي الشخصية الجديدة كيف استعامل وسيكون هناك تفسيرات تؤدي إلى إرباك داخل المجتمع الإيراني لماذا استقال هذا الشخصية بهذا الوزن تستقيل في هذا التوقيت بالذات الذي تشتد الهجم على إيران وهناك توجهات أمريكية ومن أطراف أخرى لما يسمى الحرب على إيران بتهمة الإرهاب وبالتالي غيابه في هذه المرحلة قد يفسر داخليا بطريقة سلبية أم أن النظام الإيراني يهيئ شخصية أخرى أكثر تصلبا يشعر أن المرحلة الآن ليست المرحلة قبل سنوات وبالتالي يحتاج شخصية وزير خارجية أكثر صلابة وقوة للتعامل مع هذه المرحلة حيث الاستعداد لحرب وحيث الحصار موجود وبالتالي شخصية ناعمة برغماتية يشعر أنها لا تصلح لهذا المرحلة علينا أن ننتظر حتى تتكشف جميع الأوراق ننتقل في هذه القراءة في الصفحة الأولى لمتابعة الشأن السوري في الصحافة الغربية حيث سمنت صحيفة وولستريت جورنال قرار الرئيس دونالد ترامب بقاء أربعمائة جندي أمريكي في سوريا لمواجهة كل من تنظيم داعش وإيران وقالت مصادر في البينتاجون أن القوات الأمريكية ستبقى في مكانين من سوريا الأول في شمال شرق سوريا لمساعدة المقاتلين الأكراد وغيرهم لتفكيك ما تبقى من خلافة تنظيم داعش والثاني في قاعدة التنف قرب الحدود السورية مع الأردن وستظل القوات في هذين المكانين من أجل جمع المعلومات الأمنية وتفكيك خلايا التنظيم وستلعب دورا مهما لردع إيران عن السيطرة على سوريا سأطلب يعني ربما السؤال المنطقي كنت أسأل لماذا تراجع ترامب عن قرار لانسحاب الكامل من سوريا لكن سياسة ترامب يعني تدعونا أو لا تجعلنا نتفاجأ بأنه يتخذ قرار ثم يعود فيه مرة أخرى هذا تراجع في القرار هل سبب أمني أم سياسي برأيك بتقديري هناك إرباك في السياسة الأمريكية تجاه سوريا من بداية الأزمة من سنة 2011 الآن على أرض الواقع هناك واقع سوري جديد بغض النظر كنا نتفق يعني مع النظام أو نختلف معه النظام أصبح أقوى مما مضى بكثير وبالتالي بدأ بدأ يؤسس قوته على الأرض وسيطرة على معظم الأراضي وبدأت معظم القوى الموجودة على الأرض السورية حتى الروس بدأوا يتعاملوا مع النظام باعتباره عيدة إحيائه ويجب أن يكون له دور في إدارة الدولة السورية الأمريكان حسوا بعد قرارات كانت قد اتخذت بالانسحاب حسوا أن القروج بهذا الشكل السريع من أمريكا سيعطي انطباعا بأنهم قد هزموا وهم أصلا حقيقة هزموا لأنهم لا يملكون مشروعا داخل الأزمة السورية منذ البداية منذ 2011 فهم الآن في مأزق ويبحثون عن وسيلة لعادة إنتاج ذاتهم كمنتصرين فقط ليس أكثر من ذلك ننتقل في قراءتنا إلى صورة أوسع وأشمل لمتابعة العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين كوريين جنوبيين أشاروا إلى احتمالية أن يتفق الرئيس الأمريكي دولاند ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على بيان سياسي مشترك لكن يعلن يعلن إنهاء الحرب الكورية عندما يجتمعان في هانوي بفايتنام وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع مشيرة إلى أنه من غير المعروف الشكل الذي سيتخذه إعلان نهاية الحرب لكن هناك احتمالية كبيرة بأن توافق كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هذا الإعلان دكتور إبراهيم واضح جدا اهتمام القيادة الأمريكية الجديدة متمثلة في ترامب بهذا الملف مع كوريا الشمالية من خلال قراءتك كيف ترى هذه القمة المرتخبة بين الرئيس الأمريكي ورئيس كوريا الشمالية على الرغم من وجود اختلافات شديدة ما زالت موجودة بينهما هل سيصل الطرفان إلى حل في نهاية المطاف يعني أمر وارد أعتقد أنه أمر وارد لأنه بالأساس بالنسبة لكوريا الشمالية هي لم تمتلك السلاح النووي من أجل أن تستعملوا بالفعل هي ورقة مساومة من أجل يعني تحسين الوضع الاقتصادي من أجل الردع ولكن ليس من أجل الاستعمال لأنها تعرف تداعيات ذلك ولكن هذه الورقة كانت تشكل بالفعل الحالة خوف وهلع عندها حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وهي كوريا الجنوبية واليابان أيضا ومن هنا كان لابد الوصول إلى نوع من الإرضاء إرضاء هذا النظام في كوريا الشمالية حتى هذه حالة الخوف وهلع تزول والبعض كان يتهم أن الرئيس كوريا الشمالية رجل يعني قد يكون متهور بشكل أكثر من ترامب وقد يقدم على عمل ما وإن كنت لا أعتقد أنه بالفعل يمكن لذلك أيضا ترامب يريد أن يسجل لنفسه لذاته أنه حقق إنجازا في صراع ممتد لسنوات يعني منذ الحرب العالمية الثانية أو منذ الخمسينيات بداية الخمسينيات يعني صراع ممتد يريد أن يسجل نفسه أنه حقق اختراقا هذا الأمر ممكن أن يحدث ولا أستبعد أن يحدث هذا الاختراق وخصوصا أن نلاحظ أن كوريا الجنوبية راضية عن هذه المفاوضات التي تجري بين واشنطن وبين كوريا الشمالية والهيضان أيضا راضيين وبالتالي لا سبب شكل من الاختراق أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم إبراش الكاتب والمحلل الأسياسي متحدثا إلينا من غزة في الصفحة الأولى كما الشكر موصول أيضا إلى ضيفي من عمال كاتب الصحة في أسازة رجا طولب شكرا لكم وشكر موصول لحضراتكم مشاهد كرام ابقوا داوان في أمان الله إلى لقاء الغد في الصفحة اشتركوا في القناة